ترجمة نانسي قنقر شكر باسم جميع أخواني في الميدان التربوي لقيادة بلدنا العزيز لدعمها المتواصل للمسيرة التعليمية والتي ما كانت تم تحقيق هذه الانجازات والشكر أيضا موصولي لزملائي في الميدان التربوي وأولياء أمور الكرام الذين كانوا صراحة قمة التعاون مع وزارة التربية ولا ننسى طلابنا وطالباتنا هذه الاختبارات لها دور مهم في تقييم الدول ومعرفة مستوى الدول على الصعيد التنموي أو على الصعيد التعليمي وهي مرجعية أساسية عند المنظمات الدولية عندما تريد أن تقيم مستوى التعليم في الدول مستوى التنمية في الدول لذلك اتخذنا قرار في مملكة البحرين أن ندخل في مثل هذه الاختبارات الدولية لكي نقيم ونعرف أين وضعنا بهدف أن نطور الإيجابيات وإذا كانت عندنا نواقص لأن في الأخير نحن عمل عمل إنساني والكمان لله سبحانه وتعالى نقوم بتعديل أوضائنا على صعيد المناهج على صعيد التدريب على صعيد طرائق التدريس فالله الحمد أتت هذه النتيجة المشرفة التي بذلت جهور كبيرة من الأخوة في الميدان التربوي حتى نستطيع أن نصل إليهم ومن خلال تلفزيون مملكة البحرين اسمحي لي أن نكرر الشكر لهم فهذا إنجاز الجميع هذه الاختبارات لها دور مهم أولا نابع من مسؤوليتها ليست متاحة للجميع هناك اشتراطات كبيرة حتى تتأهل لدخول مثل هذه الاختبارات وهناك تدقيق واختيار عينات ومراقبة تصحيح من منظمات دولية لا يوجد أي مجال لأي تقصير وبالتالي هناك أهميتها تكتسب من جديتها نعم والنتائج الدقيقة إذا كانت تأخذ كل هذه الألية هذه الاختبارات الدولية كما ذكرتم سعادة الوزير هي مهمة لمعرفة أين تقف مملكة البحرين اختبارات أخرى من الممكن أن تقوم بها وزارة التربية وتعليم هل ستواصل في هذه الأملية؟ نحن بإذن الله سوف نواصل لأن هذا الكمال لله سبحانه وتعالى ثم نجب أن نتابع هذه الانجازات بس هذه الاختبارات أهميتها ليست سنوية نحن بكل بين فترة وأخرى لأنها تحتاج لتحضير وإعداد ونحن أول مرة نشارك هذه النتيجة التي أتت والتي تفضلتي وأشرت إليها في بداية الخبر هذه لم تأتي من فرق وإنما تأكد أن هناك سلامة التعليم في مملكة البحرين وأن عملية نجاح مستمرة تراكمية وبالتالي هذه الاختبارات هي الآن عكست واقع داخل مدارسنا خصوصا أنها تقييس قدرة أبنائنا الطلبة في اللغة الأم في طريقة استخدامها في خضية التقييم والمراجعة وربط المعلومات مع بعضها البعض هي ليست بالأمور السهلة ولكنها خطوة نعتقد هنا مهمة وإنجاز راقي نعم سادة وزير تحدثتم عن مسيرة إعداد لخوض هذه الاختبارات في المستقبل ما هي خطة الوزارة لإعداد المدارس لاختبارات أخرى نحن الآن عندما نستلم البعينات بشورة رسمية نقوم بمراجعة وضعنا نرى أين نقاط الضعف وبالتالي نقوم نطورها نقاط الإيجابية نرفعها أين النواحي التي تحتاج إلى تدريب أين نقاط الضعف لكي نعدل بعض المرامج أو بعض المواضيع في كتبنا الدراسية فنهدف إلى التقييم لكي نبني عليه ولا نخجل منها يعني هناك هذه اختبارات طوعية كان بمكان لا ندخل فيها ولكن نحن نبحث عن الأسلوب العلمي للتقدم والتعليم اليوم لا توجد دولة في العالم تقول اكتفيت ووصلت للقمة وإنما السعي للأفضل هو الغاية بالتأكيد سعدت الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربي والتعليم نبارك لكم مرة أخرى هذا الإنجاز وشكرا جزيلا لتواجه والله أستاذة يعني نحن نبارك حق أخواني وزمالي هذا الاختبار سبق اختبارين اختبار التمس واستطاعت مملكة البحرين أن تحاقق نسبة تقدم 45 درجة معيارية مقارنتين بين آخر اختبار والاختبار الذي قبله فكنا الأعلى بين نسبة التقدم في الدول وكذلك طنعنا الأول في الاستراتيجية العددية على جميع الدول المشاركة فالشكر إلى أخواني أولياء الأمور الكرام زملائي في الميدان وقبل ذلك أبنائي الطلبة والطالبات ودائما إن شاء الله على مسيرة الخير والازدهار نلتقي نعم بفضل جهودكم وجهود منتزبي الوزارة شكرا جزيلا لك سعادة الوزير شكرا